السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المجتمع هتساوي نسبة محددة. وبعد كده هنبقى فيه محاضرة فيها تمرين متنوعة على المنهج كل. اول حاجة لازم نعرف شوية مفاهيم. اول مفهوم بالنسبة لنا اول موضوع بالنسبة لنا هو العينات. واول مفهوم في العينات هو المجتمع. يعني ايه المجتمع? زي ما مواضح قدامكو هو جميع المفردات التي لها خصائص مشترقة. ويجب تحديدها تحديدا دقيقا. ايه هي تحديد ايه الخصائص المشتركة دي? ولازم نحدد المجتمع بناء على الخصائص اللي هي المشتركة ما بينهم. طيب يعني ايه الكلام ده? يعني فرضا لو انا دراسة مثلا عن مستوى تحصيل طلبة التعليم المفتوح من نظام التعليم الالكتروني. دي الدراسة اللي انا عايزها. لازم احدد المجتمع بتاعي تحديد دقيق. ولازم يكون المجتمع بتاعي مشترك فيهم نفس الخصية دي. انهم طلب التعليم مفتوح وانهم بيتعلموا عن طريق التعليم الايه الالكتروني. طيب. هل انا حددت طلبة في في منطقة معينة او في جامعة معينة او في كلية معينة او في شعبة معينة محددتش. يبقى ايسا ان المجتمع بتاعي هنا هو كل طلبة التعليم مفتوح في كل الكليات على مستوى الجمهورية. ويكونوا بياخدوا ايه التعليم الايه الالكتروني. طيب دي الحالة الاولى. طيب الحالة التانية بيقول لي اذا كنا بنهتم بدراسة مستوى تحصيل طلبة التعليم مفتوح. مفتوح شعبة حاسب قالي كلية التجارة من نظام التعليم الايه الالكتروني. يبقى ايسا ان المجتمع بتاعي هنا هو طلبة تعليم مفتوح برضو. بس شعبة حاسب قالي فقط. مش ااخد باقي الايه التخصصات. ويكونوا طلبة في كلية التجارة. مش بياخدواها من اي كلية تانية. طلبة في كلية التجارة على مستوى الجمهورية كلها. ويكونوا برضو بيتناولوا التدرسهم عن طريق التعليم الايه الالكتروني. يبقى لازم وانا بحدد الدراسة بتاعتي احدد الدراسة دي انا هطبقها على مين. طيب. الانواع المجتمعات. عندي نوعين من المجتمعات مجتمع محدود ومجتمع غير محدود. المجتمع المحدود من اسمه. هو يمكن حصره ومعرفة عدد مفرداته. مثل عدد طلاب كلية النساء في كلية التجارة اقدر احصرهم. من القوائم المبوضة في شؤون طلبة. عدد موظف الاكهزة الحكومية بالدولة. سهل ان انا برضو احصرها عن طريق الكل جهاز لوحد واجمعهم عن طريق وزارة المالية والمرتبات. باي طريقة اقدر ان انا احصرهم. وهكذا. طيب. المجتمع غير محدود من اسمه ان هو مجتمع لا يمكن حصره او معرفة عدد مفرداته. وفي حاجة ما اقدرش عدها طبعا. هل اقدر اعرف عدد الاسماك في البحر? ما اقدرش. هل اعرف عدد النجوم في السماء او عدد الطيور? دي حاجات ما اقدرش ان انا اقول ان انا اقدر اعرف عددها ابدا. معالم المجتمع يعني ايه معالم المجتمع? كلمة معالم جاي من معلمة او او شيء بيميز المجتمع ده. يبقى معالم مجتمع هي ما يميز المجتمع الاحصائي او هي المقاييس الاحصائية التي تصف المجتمع وتحدده. تصف المجتمع وتحدده. يعني ايه? فردا انا الوقتي عايزة اعرف الطلبة بتوع مثلا الفرقة الرابعة. اتخرجوا خلاص. وعايزة اعرف الكلية التجارة جامعة عين شمس طلبة الفرقة الرابعة. نسبة نجاحهم قد ايه? او متوسط درجاتهم كام. ففي الحالة دي بحس بحس بمتوسط درجات الطلبة او بحس بنسبة النجاح بتاعت الطلبة. فبقيت بعبر عن نجاحهم برقم واحد. يئم متوسط درجات. يئم نسبة نجاح. فبقى الرقم الواحد ده هو ما يميز المجتمع او معلمة بتميز المجتمع ده. ومن هنا نعرف ان اهم هذه المقاييس هي متوسط الظاهرة. لو انا مدرسة ظاهرة معينة متوسطها دي معلمة من معلمات المجتمع. والمتوسط هو القيمة التي تتمركز حولها قيم مفردات المجتمع. لان لما بجمع القيم واسمع على عددها بجيبت المتوسط حسابي. فهي القيمة التي تتمركز حولها قيم مفردات المجتمع. تاني حاجة من ضمن المقاييس الاحصائية دي هي التباين. التباين هو يقييس درجة تقارب قيم مفردات المجتمع حول المتوسط. يقييس درجة تقارب قيم مفردات المجتمع حول المتوسط. او بيقييس مدى تجانس قيم مفردات المجتمع. طيب الكلام مش واضح. طيب لو معك وراء وقلم اكتبوا المثال ده. فرضا انا عايزة اشوف مثلا عندي ثلاث افراد متوسط دخل. اه سوري مش متوسط دخل. عندي ثلاث افراد دخلهم من اسبوعي هو خمسين خمسة واربعين خمسة وخمسين. خمسين خمسة واربعين خمسة وخمسين. لو انا عايزة احسب متوسط الاجر بتاع تلاث افراد دول هجمع الأجر وأسمع على عددهم اللي هو 3 هلاقي إن متوسط أجرهم 50 جنيه طيب لو عندي مجموعة تانية من الأفراد أجرهم الإسبوعي 110 38 و 2 جنيه لو عايز أحسم متوسط برضو الأجر للمجموعة التانية دي هجمعهم وأسمع على عدد 3 هلاقي إن متوسط الأجر برضو 50 جنيه لو جيت بسط للمجموعتين هل 50 جنيه بتعبر فعلاً عن المتوسط بتاع الأجور دي ولا لا هلاقي إن المجموعة الأولى 50 متعبر فعلاً عن متوسط الأجور لأن أجرهم 50 و 45 و 55 فالقيمة 50 بتحكم حولها بقى القيم ومسابات قريبة مش بعيدة أوي إنما المجموعة التانية هلاقي إن 110 38 2 فالخمسين بعيدة أوي خاصة عن الأيه 110 وعن الأتنين ففي الحالة دي بلاقي إن المتوسط ده ما بيعبرش مش بيعبر عن الأيه عن القيم دي أو إن القيم دي فيه بينها وبين بعض تشتت أو تباين كبير جداً يعني القيم دي لا تتجانس مع بعضها يبقى إذن التباين ده هو بيقسلي درجة تقارب قيم مفردات المجتمع حول متوسطها النسبة بيقسط بها نسبة وجود صفة معينة في مفردات المجتمع فرداً أنا الوقت عايزة أشوف مثلاً نسبة الطلبة اللي جايبين مثلاً أكتر من جاي جداً أو جاي جداً فأكتر فبجيب عدد الطلبة اللي جابوا من أول 16 لغاية 20 وأسهمهم على إجمالي عدد إيه الطلبة يبقى في الحالة دي أنا بحصل على النسبة وفي الحالة دي أنا عبرت عن المجتمع ده بإن النسبة اللي جايبين فيه تقدير جاي جداً فأعلى بيساوي مثلاً كذا في المية فرضاً 60% يبقى عبرت عن حاجة كتيرة المجتمع بقيمة واحدة بس اللي هي النسبة دي يبقى النسبة دارته تعتبر من ضمن المقاييس الأحصائية اللي تصف المجتمع وتحدده المفهوم التاني العينة طبعاً أنا لما باجي أدرس أي مجتمع مش شرط إن أنا أخذ فرض فرض في المجتمع ده أو لو هو أشياء أخذ شيء شيء في المجتمع ده وأدرسه إن في الحالة في أوقات كتيرة جداً ده بيبقى عمليا صعبة إن أنا أعمل كده فبقى ممكن إن أنا أسحب منها عينة عينة هي جزء من المجتمع طب ينفع إنها جزء من المجتمع ما يكونش من المجتمع ويوجد معينة عندنا من المعينة فيه معينة احتمالية ومعينة غير احتمالية المعاينة الاحتمالية يبقى فيها ان انا بستخدم الاحتمالات وانا بختار الافراد او العينة بتاعتي يعني ايه بستخدم الاحتمالات فرضا انا الوقتي عندي المجتمع بتاعي عبارة عن 100 فرض عايزة ااخد منهم 10 بس يبقى كل واحد لاحتمال متساوي ان هو يتاخد يعني هما 100 فرض يبقى كل واحد احتماله واحد عالمية تحس ان انا لما جمع واحد عالمية 100 مرة يبقى الاجمالي كام واحد صحيح يبقى المعاينة الاحتمالية يتم اختيار العينة على اساس قانون الاحتمالات اي ان جميع مفرودات المجتمع لها فرصة متساوية لان تكون ضمن مفرودات العينة انا لما قلت ان كل واحد احتماله هما 100 فرض يبقى كل واحد ليه احتمال واحد عالمية ان هو يدخل في العينة يبقى دي احتمالات متساوية يبقى دي اسمها معاينة احتمالية المعاينة الاحتمالية دي او انواع المعاينة اللي بتقوم على الاحتمالات عندنا فيه معاينة عشوائية بسيطة فيه معاينة عشوائية طبقية فيه معاينة عشوائية منتظمة وفيه معاينة عنقودية احنا هنركز ندرسه على المعاينة العشوائية البسيطة طيب ده النوع الاول من المعاينة اللي هي المعاينة الاحتمالية بيجي للنوع الثاني هي المعينة غير الاحتمالية عكس التانية بالضبط التانية كان نقول بتقوم اختيار العينة على اساس قنون الاحتمالات دي لا يتم اختيار العينة على اساس قنون الاحتمالات يعني ايه؟ يعني مش كل مفردات المجتمع لها فرصة متساوية لأن تكون ضمن مفردات العينة يعني اي لا يتم اختيار العينة على اساس قنون الاحتمالات اي ليس لجميع مفردات المجتمع فرصة متساوية لأن تكون ضمن مفردات العينة من أمثلة المعينة غير الاحتمالية عينة الحصص والعينة الحكمية أو القصدية يعني اسمها كده بيقول أن أنا بتحكم في العينة اللي أخدها مش مديها عشوائية ومش بيديها لكل مفردات مجتمع فرصة أنها تدخل أو فرصة متساوية أنها تدخل ضمن العينة أنا اللي بتحكم وعايز أخد حاجة معينة كعينة ودي مش مجال دراستنا هل استخدام العينات ليه مزايا أو ليه عيوب أكيد طبعا أنا لما بدأ المدرس المجتمع كله وادرس جزء بس منه فأنا كده بوفر وقت بوفر جهد بوفر تكلفة وقات نقدر نحصل على معلومات كتيرة من العينة حتى أو أفضل من لو درسنا المجتمع كله يعني لما يكون عندي عينة مثلا صغيرة بقدر أحصل منها على معلومات أكتر من أننا أدرس كل المجتمع دي نقطة تانية نقطة تالتة يعني النقطة الأولة احنا قلناها اللي هي تحقيق وفر الوقت والجهد والتكلفة النقطة التانية يمكن أن نحصل من العينة على معلومات تفصيلية أكثر بكثير من المعلومات التي يبقى يمكن أن نحصل عليها من مفاعدات المجتمع نقطة التالتة في مجتمعات بتتلف بالاستخدام يعني مثلا فرضا لو أنا عايزة مثلا أشوف قوة تحمل لمبات أنتاجات أنتاجها مصنع في أنها مثلا قال لي أنها مش متكسر بسهولة فأخدها مثلا أجربها أنها تكسر بسهولة ولا مش معقولة أخد كل إنتاجه أجربه ويكسر كل إنتاجه لو هو مثلا مش سليم ففي الحالة دي ما ينفعش أن أنا أدرس المجتمع كله لازم أخذ عينة وادرسها يبقى يلزم استخدام العينة عند دراسة المجتمعات التي تتلف بالاستخدام آخر نقطة هناك من المجتمعات ما يستحيل دراسته بالكامل ولهذا يكون من الضروري استخدام المعينة في دراسة مثل هذه المجتمعات يعني في حالات معينة وما أقدرش أننا أخذ كل المجتمع فأنا أبقى مضطرة أننا لازم أدرس باستخدام العينة دي مزايا استخدام العينات يبقى بقى طبعا أكيد يعني أننا لما أدرس الجزء صغير من المجتمع غير لما أدرس كل المجتمع فممكن أننا العينة اللي أنا باخدها دي ممكن أدرسها ممكن أحصل منها يكون فيها قدر من الخطأ ييجي منين الخطأ ده فرضا لو المجتمع بتاعي كبير قوي وأنا أخذت عينة صغيرة مثلا فكده أنا تعرضت لخطأ لأن العينة بتاعتي لا تمثل المجتمع تمثيل جيد فرضا أنا أخذت مثلا العينة بطريقة غير احتمالية اللي هي الحكمية أو القصدية أخذت مفردات معينة وتجهلت باقي المفردات فأنا كده برضو وأعدت في خطأ والنتائج منها من العينة دي مش هتمثل المجتمع يبقى أول عيب تحتوي النتائج التي نحصل عليها من العينة على قدر من الخطأ يطلق عليه أخطاء المعينة وذلك بالإضافة إلى الأخطاء العادية التي قد تتعرض لها الدراسة تانية نقطة قد تلعب الصدفة دورها وتكون العينة التي تم اختيارها غير ممثلة للمجتمع مما يؤدي إلى استنتاج صورة غير حقيقية عن المجتمع يبقى كده ما أدرس عينة مش ممثلة للمجتمع يبقى النتائج اللي هوصل لها من العينة دي لا تمثل المجتمع اللي أنا كنت عايز أدرسه أصلا آخر حاجة قد نحتاج في بعض الأحيان إلى درجة مرتفعة جدا من الدقة لا تتحقق إلا من خلال عينة كبيرة بصورة لا تختلف كثيرا عن دراسة المجتمع بالكامل لما لاي نفسي عشان أوصل لدرجة دقة معينة أو عايزة درجة دقة كبيرة جدا فمحتاج أن أأخذ عينة كبيرة قوي طب الفرق بأن أأخذ العينة وندرس المجتمع في الحالة دي أنا ما فيش جاهل أن أستخدم العينة أو هيكون من العيوب أن أستخدم العينة في حالة زي دي شكرا كده انتهت المحاضرة الأولى بتعيدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر